مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم هذه الحلقات تأتيكم برعاية تطبيق سيركليز تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة بكل خصوصية تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحسب أي تقصير سوى عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي الذي يسحل أداء فريضة الزكاة ويحظى بثقة حيئة كبار العلماء لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثقية كل الشكر لرعاية بودكاست قبل الغروب ومتابعة ممتعا نتمنى أهلكم حمل تطبيق سيركليز وادخل أموالك أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام الأمثلة هو الحكم من الأدبيات الموجودة في جميع ثقافات الشعوب وبعضها يسير بها الركبان حتى تنتشر ويستخدمها الناس في حياتهم اليومية وفي لغاتهم الحجاجية اليوم لدينا مثل قد يعرفه البعض والبعض ربما لا يعرفه هو تفريق العصى سوف نتحدث عن هذا المثل وما يمكن أن نستنتج منه من قصص وأحكام وربما بعض التعليقات بداية نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي أهلا وسهلا فيك الشيخ هيك الله دكتور جابر وحيا الله وإخوة جميع يبدو لي أن لا توجد لغة ولا يوجد مجتمع إلا ولديه أمثلة وحكم يوظفها في كلامه وفي حديثه وما شابه ذلك لدينا اليوم مثال تفريق العصى ماذا يقصد هذا المثل؟ العصى في أصلها شيء يسير حقير لكن العربة البيئة التي يعيشون فيها يجعلون هذه العصى يمكن أن يفرقوها فينجم عنها منافع عدة لا تخطر على بال أحد ولا ريب أن الحياة عن ذاك تساعد على أن تستخدم العصى إذا فرقت وقطعت وجزعت إلى أشياء كثر تفرضها الحياة البيئية سواء في وتد في الأرض أو ساجور أو غير ذلك مما كانوا فيه فأصبح المثل ينصرف إلى الشيء الحقير الذي لا يعنى به القليل نفعه كيف ينجم عنه النفع الكثير أصل المثل امرأة من العرب اسمها غنية اسمها هكذا غنية غنية كان لها ابن واحد ضعيف رأي دقيق وعظم ضعيل جسم مع ضعف الرأي ودقة العظم وضعالة الجسم إلا أن هذا الفتاة فيه جرأة فيه اقتحام فيه سطوة قلبية وهذا ينجم عنه أنه يتشاجر مع الناس فتشاجر مع أحدهم فذلك الآخر جدع أنفه فوعطيت أمه الدية كاملة الأنفه الدية كاملة فلما أخذت الدية كاملة تغير حالها من فقر إلى غنى بعد ليال بعد أيام بعد شهور أصبته صدوة أخرى تشاجر مع آخر فقطع أذنه فوعطيت نصف الدية فزاد حالوها غنى ثم كذلك تشاجر مع ثالث ونجم عن ذلك دية فلما دخل عليها وكانت تحتقره لضعف رأيه وضعالة جسمه ودقة عظمه قالت أحلف بالمروة حقاً والصفاء انك خير من تفاريق العصر أحلف بالمروة حقاً والصفاء مروة والصفاء أنك خير من تفاريق العصر أنا ما رأيت هذا الغناء ولا هذا المال ولا تغير حالي إلا من خصومك هذا جنالي أمواله فتفريق العصى التي كانوا يعني ينتفعون بها ويقولون نستفيد كذا وكذا 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 من العصى أنت خير منها هذا أصل أصل المثل هنا يعني يمكن التعليق عليه بالقول أن نفع الغير قائم على التسخير قائم على التسخير الله عز وجل من سننه في خلقه أن يسخر أحد لأحد وهذا ليس له سنن معين قد يكون بدعوة فقد يخدمك ويقوم بك من ليس لك حق عليه وقد يعقك ولا يقوم بواجبه نحوك من لك حق عليه والله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا سخر له خلقه ولما ذكر الله داود وأراد أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بداود وملكه قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كل ذلك من التسخير من التسخير والله عز وجل لما ذكر ما يحمل الناس في الأسفار قال لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أحيانا يوقي الله في قلبي أحد من الناس محبتك فيسخر لك دون أن تدري وهذا من نعم الله جل وعلا على عبادي ومن يعني العاقل إذا دعا لنفسه يقول اللهم سخر لي خلقك قضية أنك مثلا الله يقولون أن المم أحمد سمع أحدهم يقول للآخر الله يغنيك عن الناس فقال الإمام أحمد إنما دعا عليه بالموت لأن الإنسان لا يستغني عن الناس إلا إذا مات حتى إذا مات الناس الذين سيغسلونه والناس الذين سيكفنونه والناس الذين سيوارونه ما يمكن أحد أن يستغني عن الناس لابد الناس بالناس الناس للناس من بدو ومن حضر الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا هكذا الناس والله جل وعلا جعل الغلية للفقير والفقيرة الغني لتقوم حياة الناس فالقضية قائمة كلها على التسخير الذي يريده رب العالمين لمن يشعر الناس للناس ما دام المفاء بهم نعم هذا بيتنا آخر من العبارات الحاضرة دائما يقال عصى موسى نعم عصى موسى موسى شيء آخر موسى نبي الله أحد أولي العزم من الرسل فيه عليه الصلاة والسلام بقدر الله حبسة ما في لسانه اختلف في سببها ولا أريد أن أتحدث عنها سأطوي هذا لكن سأتحدث عن عصاه كانت له عصاء هو نفسه اختطها من الأرض يعني عصاه التي يعرفها نشأ في كنفي فرعون معززا مكرمة خرج ذات يوم والأرجل قد هدأت وجد رجلين يقتتلا هذا من شعتي وهذا من عدوه أتاه الله قوة وبأس فوكزه موسى فقضى عليه بعصاه هذه الآن العصى ما جدورها فوكزه موسى فقضى عليه استغفر هذا من عمل الشيطان في اليوم التالي لقي نفس الرجل مع رجل آخر أراد أن يدخل في القضية إما مصلحا وإما معينة شاع الخبر اجتمع الملأ كتب الله أن رجل يسمع أتى لموسى يسعى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك لأجل ذلك العرب الآن المسألة المتشك في مسألة ماذا تقول المسألة فيها إن المسألة فيها إن جاء من هذه الآية إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين خرج من أرض مصر إلى أرض مدين اللي هي الآن البدع في مملكة العربية السعودية شمال الغرب والبئر التي أتاها على الظاهر موجودة إلى الآن وقد وقفت عليها لكنها مسورة من قبل هيئة من قبل وزارة السياحة لكن المنطقة أتيتها والبئر التي يقال إنها هي موجودة لما وصل إلى البئر سقل فتاتين ثم تولى إلى الضل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد جرب بعض من نعرف ممن أبطأ في زواجه أنه يسقي في اليوم الشديد الحر الناس ثم يقول استقبلنا القبلة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فعمى قليل أيام يعني ويرزق زوجة عينه على أمر دينه ودنياه هذا على هامش الحديث مكث في أرض مدين عشر سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه تكونت له شياح يملكها وشياح للرجل الصالح ألقى الله في قلبه الحنين إلى أمه وإلى أرض مصر حتى يخرج يعود معه عصاه التي يعرفه حق المهرفة والتي يتكو عليها ويهش بها على الغنم بمعنى أنه يخبط بها ورق الشجر فيتساقط فتأتي الغنم فتأكله لا يهش عينه لا لا هش بها على غنم يعني يهش بها الشجر ثم خرج في ليلة شاتية مطيرة وهو قد أتى من قبل يعرف الطريق ومع ذلك أظلمت الأرض رأى من بعيد النار خاف على أهله إني أنستنا قال الأهل يمكث إني أنستنا أهله قد تكون زوجته لوحدها قد يكون زوجته وخدمه زوجته وأبناء وإذا كان له أبناء الله أعلم لكن كلمة أهل تحتمل ذلك كلها ذهب كلما ازداد قربا يرى الشجرة خضرة والنار ضياء والنار والخضرة لا اجتمع النار والخضرة لا اجتمع فكلمه ربه ونجاه ندى يا موسى إني أنا ربك فخلان عليك إنك بالوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إلى أن قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصائي قال الجاحث هذا خرج لغوي أول لحن نحوي عرف سمع في البادية أن يقول الرجل هذه عصاتي خطر هذه عصائي قال أول لحن سمع بالبادية أن يقول الرجل وهذه عصاتي قال هذه عصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا عرف بها ثم الإنسان في فقه أولويات قال أتوكأ عليها ويريد أن يخبر ربه حاجته للعصة ويعلم أن الله يعلم لكنه لا يدري لماذا سوء هل يقال له ترك العصة أحيانا أنت كيف تعرف من حولك قد تكون معك رفقة خاصة ويقابلك رجل ففرق أن تقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان فرق أن تقول هذا مثلا ابن عمي القريب جدا هذا رفيقي من العشرين سنة هذا سكرتيري الخاص هذا كذا تعني شأنه حتى يتصرف من أمامك بناء على تعريفك بهذا ولا تتكلم عن من حولك بمنطق البراءة منهم بل بمنطق الاعتزاز بهم وإلا معنى ذلك أنك تمشي مع أهو ناس لا تدري منهم إذا كنت لا تعتز بهم فأنت تمشي مع أهو ناس لا تدري منهم فالإنسان إذا أراد أن يعرف بمن حول يعرفهم بأعلى المقامات حتى يحتاط لهم من أذى الغير قال هذه قال هي عصاي أتوكى وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما أجمل الإجمال بعد التفصيل والتفصيل بعد الإجمال هذه عصى موسى تكررت هذه العصى في مواقف كثيرة لما أراد أن يخرج بقومه من أرض مصر وقال أصحاب موسى إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين أمره الله أن يضرب البحر بعصا فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر عادة العصى مرة حاضرة مرة أخرى فانفلق البحر ويقال إنه قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك يستغاث وعليك التقلان ولا حول ولا قبوة إلا بك انفلق أبا خالد يعني البحر فانفلق كما قال الله عز وجل هذه المرة الثانية المرة الثانية المرة الثانية المرة الثالثة لما استسقاه قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فلما ضرب بعصاها الحجر إن بجسد وانفجرت في آية أخرى وخرج الماء على عدد يعني بني إسرائيل إثنى عشر قد علم كل ناس مشروع فأصبحت عصا موسى مثالا للشيء المبارك الملازم لصاحبه الشيء المبارك الملازم لصاحبه هذا ما يتعلق مما جاء في القرآن بعصا هذا النبي الكريم كريم الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام والسحرة حينما ألقاها في أصلا والسحرة هذه فاتت على بيهاشر في السحرة لما ألقاها وهي الآية الكبرى فإذا هي حية تسعى تسعى نتكلمت في الأشياء غير المعجزات لكن أنت عتن المعجزات فهذا حسن فلما أمره الله عز وجل أن يلقيا فإذا هي حية تسعى ولذلك لما رهى حية تسعى فر حرب ويعلم أنها صعى قال الله لو خذها ولا تخف خذها وهي حية فلما أخذ هواية حية وعده ربه سنعيدها السين كما تعلم استقبل القريب سنعيدها سيرته الأولى بعد أن تأخذها فلما أخذها بهذه الطريقة أصبح لا يبالي عندما وقف أمام فراو والإنسان كلما خشع في صلاته وهو واقف بين يدي الله لوحده لا يمكن أن يرتجف أمام أي مخلوق واضح كل أحد يقف خاشعا في صلاته بين يدي الله لوحده حتى نذهب برياء بالكلية لوحده في بيته في مسكنه في أي مكان في الخلاء في الخلاء لوحده ويرى من نفسه خشوعا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله مثل هذا محال أن يرجف بين يدي أي مخلوق محال موسى عليه السلام لما وقف بين يدي ربه وألقى العصى وأخذها لم يكن يرى فرعون شيئا لم يكن يرى فرعون شيئا محال وهذا من أعظم أسباب الثبات أمام يعني من يراه الإنسان من الخلق المقصود خرجنا عن المالوء المقصود فدعا فرعون السحق وأغراهم بالقرب والمال قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإن لكم لمن المقربين رزقهم الله الأدب لما أرد الله بهم الخير لا بد أن يتقدم سبب محال يعني الله جل وعلا مضت سنته عندما يعطي العطية يخلق فيك سببا لهذه العطية ما في عطية تأتي كذا ما في فهؤلاء السحرة هم سحرة ويريدون أن يعلو شأن فرعون وأقسموا بفرعون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون لكنهم قبل أن يلقوها قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين أدبا تبدأ ولا نبدأ قال بل أدب هذا الأدب أورثهم أن الله عز وجل جعلهم دون سائر الناس ممن حضر يؤمنون فهلقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهار يقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرح وأضحوا في آخر النهار مؤمنون أتقياء بررها وهذا فضل الله يتيه من أشياء هذا علاقة موسى بالعصى بقضية السحرة جميل العصى في التراث العربي قد أفرد بعض الكتاب وبعض الودباء يعني في الصورة واتحدثوا به على رأسهم الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وغيرهم صحيح هو الذي يعنيني هنا يعني اقتطاف أن الرجال أو من يحتاجون للعصى ثلاثة غير الاتكاء نتكلم عن الاتكاء تكلم العصى في يدي غيرك لك أو في يدي غيرك عليك أنا مخاطف أنا لا استأنت هذا خطاب لمن لم يسمى سامعوا العصى إما أن تكون بيد مؤدب فتكون على المؤدب يعني يقرع بالعصى يقرع بالعصى تأدي بالمعلم لطالبه والأبي لابنه والسيد لغلامه واضح الآن هذا يقرع يقرع بي بالباء بالعصى لماذا؟ ليؤدب الحالة الثانية كانت عند العرب يقرع له العصى ليس بالعصى له العصى ماذا تقرع له العصى؟ حتى لا يخضي حتى لا يخضي أصله أن رجلا من العرب ظنه من دوس كان يحكم بين العرب يقضي بين العرب ثلاثمائة سنة والعرب تلجأ إليه في الجاهلية تسأله تحتكم إليه تقاضى عنده حتى أدرك السابع من ولده عمر وكان بيت مجد كون الناس يأتوك من أسقاع الدزير يحتكمون إليك الأبناء والأحفاد لا يريدون أن يضيع هذا فهذا الجد القاضي يجلس للناس لما بلغت ثلاثمائة أصبح فيه شيء من الدخول شيء من الخلط فكانوا يجلسون بجواره أبناءه وأحفاده فإذا رأوه قد يعني شطط قليلا قرعوا العصر فيتنبأ أنه أخطفي شيء أو لم يسمع جيدا أو تأولها على غير وجهها فلهذا قالوا تقرع له العصر للتنبيه الآن في الأول للتأديب وهنا للتنبيه فتقرع له العصر لينبأ فينتبه ويعود إلى ما كان عليه وليس شرطاً الآن في التنبيه أن يكون بالعصر يعني قد تنبه أنت من تخشى عليه الزلل بطريقة أخرى أنا أذكر من الطرائف يعني شيء شخص هججت مرة مع خاصة أصحابي في رفقة يعني في قافلة حج كنت مفتية الحب فلما يعني تحرر الناس من الإحرام يعني أحل الناس بالتعبير الشرعي وجاءت ليالي العيد فكنت أحدث وحاولي جمع من الحجاج وبينهم بعض خاصتي ومنهم قريب لي اسمه طارق حاضر أمامي أحضر الدرس أنا يظهر أنني يعني دخلت في أجوال عيد أكثر من اللازم فأنا أحدث قلت بيت شئر كأن فيه غزل لا يريق بي ولا بنظرة الناس لي ولا بالموقف وإن كانت ليالي العيد ما أذون بها لكن المهم بدأت ودخلت في بيت غزل فهو جاء قادم هذا طارق قال حج يا حاج قال حج يا حاج تربحت أنا أنني خرجت عن المقصود فعدت إلى ما كنت عليه من العظات والفوائد الأدبية أنا ذاكو المقصود هذه ترى حج يا حاج هي قرع هي نفسها قرع بالعصر يعني تقرع العصر لذي الحلم يعني حتى ينتبه لذي العقل لذي النهى حتى ينتبه هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة من لا تقرع له العصر وهذا الرجل المحنك المجرب الذي يقال في متحهي لا تقرع له العصر ولا يقلق له الحصر يعني لا يأتون بحصر انتبه ترك أخطاء ترك لن تسمع ترك كذا بالعامية لا ما يحتاج ما يحتاج أحد ينبيه لأن ترك كثرة المشاغل تقدم في العمر يأخذ من العقل فحسن أن يجد الإنسان ومن ينبيه لكن بعض الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله جعل الله وإياك منهم قد لا يحتاجون إلى هذا كله هذه مسألة لقضية لمن وبمن تقرع الأصر حتى الحجاج أذكر عبارة والله أنه لا يقعق أنه لا يقعق علي بالشنان بالشنان نعم في خطبته نعم وتأتي العصاء بقضية الارتياح من السفر فألقت عصاها واستقر بها النوع كما قر عينا بالإياب المسافر يقولون إن أبو العباس السفح موسدر العباسي أول خلفائها لما خطب في الأنبار عاصمة ملكه أو في الكوفة أول ما تولي الحكم وهو يتكع على عصاء سقدت العصاء منه فكأنه تطاير تشاء فوفق الله أحد الحاضرين قام كأنه طيبها ثم أعطاها أمير المؤمنين وقال فهلقت عصائها واستقر بها النوع كما قر عينا بالإياب المسافر فارتاح أبو العباس فلما فرغ من خطبته وذكر قواعد ملكه وحكمه ونزل كافأه بمئات الدناني لأن الرجل وفق في القول وهؤلاء في الناس قليل 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 جدا الذي يتنبه لمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته إحدى نساء المؤمنين في الزواج وذكرت له أبا جهم قال رجل لا يلقي عصاه قيل عن كثرة السفر وقيل أنه ظراب للنساء فلم يؤيدها أن تأخذ ذلك الرجل أبا جهم وهذا من كمال النصح يعني داخل في باب الاستشارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتما هذه العصى في التراث العربي قلنا فارقة عصاه واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر ذكرنا القرآن تبقى قضية الاتكاء عليها دعني أنبئك بآيات الكبر نهم العشاء وأنة قبل السحر وقلة الزادي وقلة الزادي إذا طعام وقلة الطعم إذا الزاد وحضر قال واحدة رابعة لا داعي لذكرها المقصود من هذا كله للتوكع على العصى يعني وذكروا فيها أشياء كثيرة اختلف بعد ذلك في قضية المنبر يعني لو أن الخطيبة يتكى على عصى يتكى على سيف يتكى على قوس يخطب ولا حاجة له كان سمحت الوالد الشيخ عبد العزيز من عبد الله بن باز مفتي الديار السعودية في زمنه يقول لا نستطيع أن نقول إنها سنة لكن ثم تحديث يدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكنه ليس كثيرا لكن لو فعلها أو اتكى الخطيب على قوس أو سيف أو عصى فلا حرج ولا بأس لكنه لا يقال إنه سنة يواضب يواضب عليها وقد ذكروا الظهران قصة بن ساعد إنه اتكى على عصى وذكروا عن غيره من خطباء العرب إنهم كانوا يتكئون على عصى وقالوا إن السحبان بن وائل لما خطب بين يدي معاوية بن أبي سفيان وهو خطيب العرب ولم يكن لديه عصى فقال أتوني بعصى فأحب أحد الناس أن يتقرب إلى معاوية فقال ما تصنع بالعصى بين يدي أمير المؤمنين فقال السحبان وما كان يصنع بها موسى بين يدي ربه هذا جواب بليغ جدا ومهم جدا ملجم مهم جدا الذي يبدأ بك أن يكون جوابك له مسكتا فأنت تسكت هو تؤدب غيره وهذا حسن جدا فلا يتعرض لك السبهة وبعد ذلك يخافون جنابك ويهابون مقامك هذا الذي أستحضره في قضية العصى وأذكر أنه أمكن أن أقول هذا مرة أنه تأسمع عن قضية الغاز الشعرية التي تأتي بين الناس بالنبط وغيرها فأحدهم قال يعني لا يصلح عامي جدا لكنه سأل عن عصى فانصرف تفكير من يحضر هو لغزه عن جوابه العصى أي لا هو بدأ كذا قالوا عصى بس أنا أقول لبيتها الأول ما فيه مشكلة شيخ قالوا عصى وكمل البيت فأحنا صرف أذهالنا صرفت أذهالنا إلى قضية العصى المعروفة هو يقصد الفعل عصى طبعا لأنها غير مكتوبة لو عصى بالكتابة ألف مقصورة إذا كان فعلا وألف ممدود إذا كان اسما تعرف على مباشرة لكنه قالها باللهجة وباللهجة واحدة وبالطريقة واحدة ويقصد وعصى موسى وعصى آدم ربه يقصد وعصى آدم ربه العصى كانت تأخذ من الخيزران معروف ولذلك هارون الرشيد أمه وإسمه الخيزران فلما كانت بيده الخيزران قبل أحد الوزراء قال ما هذه يا فلان قال لينا العود أو كلمة نحوه مقر الخيزران أدبا مع أمير المؤمنين أنه لا يذكر أمه يعني لا يذكر أمه ليس الأنف الأمه شرف كل واحد يقول اسمه أمه ولا حاج لكنه لم يريد أن يقولها على أنها سؤال في العصى فأعجب المؤمن بفطنته وذكائه هو حري يعني بمن كان في الحكم والإمراه وكبار المنازل أن يكون من حوله أهل باقة وأهل فطنة وأهل ثقافة لأن في الأخير البلاء موكل بالمنطق الذي ستسمعه منهم هو الذي سيقع فإذا كان من حولك هكذا يعني لا يحسنون الكلام ولا القول ستبتل ابتلاءا كثيرا يعني فالإمكان يختار عندما تكون في حضرة مثلا قائد أو ملك وأمير يعني ألزمت بالكلمة ما هي الأدبيات الممكن نستغلى من هذا الموقف موقف سحبان وائل وموقف غيره وربما أنت حصل لك لا بد أن يكون الإنسان أصلا في نفسه واسع الثقافة لا بد حتى تعينه ثقافته ويقرأ في الكتب التي في مثل هذا ربي على برار لزمخشري عيون الأخبار لابن قتيبة العقد الفريد لابن عبد ربه الأمالي لأبي علي القالي الكامل في اللغة والأدب والتاريخ للمبرد هذه أنا قرأتها يعني كل فرد منها عشرات المرات كل كتاب منها عشرات المرات عبر أكثر من أربعين سنة لكنها من الكتب التي يعاود الإنسان القراءة فيها هذا شيء مهم قبل ذلك يعني حتى الإنسان لا ينسب شيئا لنفسه عند خروجك من المنزل أقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ما هم إني أعوذ بك أن أضل أو أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي الحافظ الله والدعاء والأذكار حصا عظيم منيح من أحسن قرع أبواب السماء فتحت له أبواب الدنيا وأبواب الملوك ومن لم يحسن قرع أبواب السماء صدت في وجهه الأبواب لا بد أن يعيي الإنسان هذا لا سبيل إلى قلب أحد إلا عن طريق دعاء الواحد الأحد لا يمكن مهما قرأ الإنسان كتبا أو تعلم على يد معلم قد يهلكه الشيء الذي هو يعتقد أنه سلاحه أسأل الله السلامة والعافية لكن أنا أقول الأمراء الحكام الملوك الصلاطين أهل الجاه لا بد أن يكون حولهم من يبث روح التفاؤل فيهم يحسن الحديث يحسن الخطاب يحسن الاستشهاد قد كان ملوك بني العباس يحسنون هذا حتى بن عمية يعني ملوك بن عمية وملوك بن العباس كان من حولهم نعلم أنه رجاء بن حيوة مثلا وسهل بن هارون وغيرهم من كانوا في العباسيين بعضهم كانوا في مع الأمويين كانوا رجال وأي رجال لو قرأت حياتهم مسيرتهم عرفت أن هؤلاء عانوا أولئك الملوك وأولئك الصلاطين بعض الخلفاء مثل الأمين غفر الله وله رحمه لم يكن حوله أحد يفقاه يفهم فذلك ذهب سلطانه عاجلا فهذه مسألة مهمة جدا فأشياء كثيرة يحتاجها الإنسان في من حوله نعم شكر الله لك أنت تخدمنا السئلة السلام أنا سهلا شكر كذلك لكم متابعيننا الكرام وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة في أمان الله